وجه خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود بالموافقة على ما رفعه له نائب خدم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدود لأداء مناسك الحج والسماح لجميع المواطنين القطريين الجنسية الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية وذلك بناء على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم الثاني كما وجه خدم الحرمين الشريفين بنقل كافة الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولية على ضيافة مقامه الكريم ضمن برنامج ضيوف خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة كما أمر أيده الله بالموافقة على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لإركاب كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة لمدينة جدة واستضافتهم بالكامل على نفقة خادم الحرمين الشريفين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والتأكيد على أن جميع الحجاج قطري الجنسية